تحية طيبة مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرتنا الاخبارية الرئيسية رسخ بواسل الجيش العربي السوري يوم التاسع والعشرين من ايار في الذاكرة السورية من جديد بانجازات نوعية ليس اقلها استعادة مطار الضبعة وقطع خطوط الامداد عن الارهابيين التاسع والعشرون من ايار يوم يحفر في الذاكرة الجمعية للسوريين صورة لا تنسى يوم واجه ابطال قوى الامن الداخلي قوات المستعمر الفرنسي التي حاولت تدنيس البرلمان السوري الذي يمثل احد اهم عنوين السيادة السورية بكل شجاعة وايمان مسجلين بذلك ملحمة وطنية رائعة شكلت على الدوام محطة فخار واعتزاز وكبرياء للوطنيين السوريين ومصدر الهام حقيقي لهم في كل مواجهاتهم ومعاركهم مع المستعمر الاجنبي وادواته واليوم تستعيد الذاكرة الوطنية السورية الحية تلك الصورة وتطابقها مع ما يجري على الساحة السورية رهنا ليكتشف الجميع ان اعداء الامس هم اعداء اليوم ذاتهم وان مدعي صداقة الشعب السوري لا يمكنهم خداع هذا الشعب العظيم الذي لقنا المستعمر الفرنسي دروسا لا تنسى في المقاومة والنضال كانت ساحاتها حيث حل المستعمر الفرنسي بعدته وعديده على امتداد الجغرافية السورية ان المستعمر الفرنسي والبريطاني والذي خرج مدحورا مهزوما والى غير رجعة من بلاد الشام والنيل والرافنين بفضل تضحيات ابنياء هذه المنطقة لم تغادر تفكيره السياسي لحظة واحدة حم الاستعمار فتراه يعمل ويجهد ويتآمر وعبر اساليب ووسائل وادوات شتى ليعيد انتاج مفهوم الهيمنة والاستعمار في يوم قوى الامن الداخلي يثبت السوريون جميعا وفي المقدمة منهم رجال الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي انهم لن ولم يخطئوا البوصلة وكما دحر المستعمرين فسيهزمون احفادهم فالذاكرة الوطنية حية لم ولن تنسى او تسامح او تصالح اولئك العابثين بامن الوطن واستقراره والسيادته